موسيقى ازايكم يا اصحاب الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واهم حاجة تفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات سكتة فاني الجميلة والحلوة ويلا بقى عشان نبدأ الفيديو النهاردة يا ولاد هندرس عن الكرة الارضية اللي انتو شايفينها قدامكو دي شايفينها ولا لأ ايوة يا مستر بس ايه هم الكرات انا لسه ما جبتش سيرة الكرات عشان تسألي فيهم وبعدين معاكو بقى خلاص اسكتوا اسمعوني اول كرة هناخدها هي كرة اسيا وهي اكبر الكرات طب احنا هناخدها بعد كرة اسيا يا مستر شهد انا قلتلك مفيش مقطعة ومفيش حد يقطعني سمعتيني ولا لا حاضر يا مستر انا اسفى عن مقطعة تفضل كمل كلامك دي اخر فرصة ليكي سمعاني سمعك يا مستر دلوقتي هطلع لكو كرة اسيا هنا على الكرة الارضية عشان تشوفوها قدامكو شايفين كل دي الكرات هنا في الكرة الارضية قالتكى فين كرت اسيا earnings دلوقتي هجبها لكو عشان تشوفوا قد ايه هي مساحتها كبيرة مساحتها كبيرة جدا جدا ايه 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 овали Exercise وكمان بتضحكوا طيب انا هوادي كرة الارضية مكانها واشوف مين اللي كان بيدحك دلوقتي انا عايز اعرف مين اللي دحك دلوقتي علي لما الكرة الارضية انفجرت في وشي مين يا مستر يا مستر شهد اللي دحكت عليك ايه شهد اللي دحكت علي اتفضل يا شهد اومي انا اسفى يا مستر انا اسفى يا مستر بس الموقف كان يضحك جدا الصراحة الموقف يضحك جدا انت بتتحكي على المستر بتاعك طيب انت هتتضربي لان مفيش حد من زميلك ضحكوا مفيش غريك انت يا علي هنا اتفضلي افتح ايدك عشان تتضربي بالعصايا اتفضلي يا عوضي مكانك اتفضلي حاضر حاضر خلاص خلاص ما تزعليش يا شهد ما انت عارفة المستر هم طبعهم كده هنا في المدرسة هنعمل ايه بس خلاص بقى ما تعيطيش انا زهاتي يا ميرا كل شوية البستر يضربنا ما عليش ما عليش ما انت عارفة ان اهلينا ما يقدروش يكون ياخدونا من المدرسة الداخلية عشان زرفهم بتسمحش هنفضل هنا في المدرسة الداخلية على طول لازم يتعود عليها ما تزعليش يا شهد مش خلاص انا مش زعلانة خلاص خلاص ما تزعليش يا ستي كمان شوية وهنوح المسكن بتاع المدرسة الداخلية تبقي تسمعينا شوية موسيقى من اللي انت بتعزي فيها فعلا يا جمانة دي اكتر حاجة بتخليني سعيدة وبعدين سكوتي سكوتي ده حسن المدير وقف ورانه انا سمعت احد بيقول موسيقى وبعدين بقى هو انا مش قلتلك يا شهد مفيش عصف تاني ومفيش موسيقى تاني ولا انت ما بتفهميش انا 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 اصف جدا انا مش عارف وقلك سمحيني انا اصف اتفضلوا يلا ادي الجرس درب يلا عشان تروحوا المسكن بتاعكم والنوم بادري تمعين ولا لا حاضر حاضر يلا يا بنات يلا ده معايد الفصحة بتاعتكم هي نصف ساعة بالضبط مفيش غيرها تلعبوا وتروحوا على سرركوا فورا احسن المديرة تيجي وتعاقبني بعدين نص ساعة بس ما يفعش تغليهم اكتر ولا اكتر ولا غيره ما انت عارف يا جمانة ممكن المديرة تيجي وتخزملي طيب طيب حاضر يا مشرفة يا احسن مشرفة انت يا طيبة يلي دايما معانا ماشي ماشي يا ميرا اتحكي علي بكلمتين يلا تفضلوا لعبوا يلا وخلصوا لعبكم يلا يا ميرا لعبي بسرعة طيب يلا يلا يا سلام دخلت الجول فيك يا جمانة يلا لعبي يا جمانة ها 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 انا دخلت الجول فيك ماشي ماشي استني يا جمانة استني يا شهد او انت مش هتيجي تلعبي معانا ولا ايه لا انا حزينة انت زعلانا ليه يا شهد عشان انا عايزة انسك الجتور بتاعي ومش قادر انسكه عشان مديرة قارلت لأ ما انت عارفة يا شهد هيا دي قواعد هنا مفيش اغاني ومفيش موسيقى ده كويس ان حطلنا الالعاب دي في المسكن بتاعنا وديكي عارفة هي نص ساعة بس بنلعب عليهم وخلاص مالك في ايه يا شهد ما تقومي تلعبي مع زملاتك ده خلاص ما فاضلش غير ربع ساعة بس وهتروخ تنامه لا انا عايزة اعزف على الجتور بتاعي مش اكتر وانت عارفة طبعا ان هي المديرة منعتها ان هي تعزف على الجتور بتاعها عشان كده هي زعلانة ايوة فعلا انت كده حتخليني عايزة خلاص ما تزعليش ايه اياته ايدي ايدي اياته انت كمن بتعيطي لا لا انا كده كمان هعايزة خلاص ما تعيطيش يا بنتي ما تعيطيش ايه ده بجد انا مبسوطة جدا طب فهو فين تعالي يا ستي وانا هطلعهولك مش قلتلك انتي احلى مشرفة هنا يا ميس فتحية يا امر يا جميلة ماشي يا ستي ميرا ياللي بتتحكي علي انتي اتفضلي يا ستي هعرفك مكان الجتار بس يا شهد ما تجيش تخضيهي وانا مش هنا انا هطلعهولك خمس دقيق بس زي ما اتفقنا اتي الجتار يلا هم خمس دقيق يا شهد ما فيش غيرهم ماشي ماشي هاخد الجتار دلوقتي ايه ده ايه ده الجتار ايه ده يا شهد هو انتي هتعزفي علي الجتار تاني لو المديرة شافتك هتعمل ايه ما تخافيش ما تخافيش هم خمس دقيق بس ومن النبي ما تقوليش للمديرة ماشي ماشي يلا يا بنات تعالوا ده شهد هتعزف بجد شهد هتعزف انا جاي حيلا طبعا يلا اعزفلنا شوية يا شهد عشان انتي عصفك حلوة قوي واحنا بنحبه ماشي يلا بنا نبدأ يلا بقى وانا هسقف شوية احنا بنات مدرسة داخلية بنحبس همنا وهم اهلنا احنا بنات مدرسة داخلية بنحبس همنا وهم اهلنا الله الله اللي بيحصل في المسكن ايه اللي بيحصل ده يا مشرفة هو ده اللي انا قلتلك عليه ايه انا انا بس يا سيادة المديرة اصل شهد كانت عملة بتعيط والبنت سعبت علي فعشان كده طلعت لها الجيتار شوية يعني من نفسها خمس دقايق ما يجراش حاجة يعني انا قلتلك كده لا لا يا سيادة المديرة ما قلتليش يبقى انتي غلطانة ومخصوم منك اسبوعين بحلهم ايه اسبوعين ده كتير قوي يا حضرة المديرة ده غير كمان العقاب والمعاملة السيئة اللي انا هعملها لك انتي فهمة ولا لا وكمان هاخد الجيتار ده من هنا عشان خلاص مفيش عصف عليه تاني اتفضلي الجيتار يا حضرة المديرة والنبي ما تعقبش مصفة حاجة هي انا مانهاش زنب انا اللي قلتلها ان انا عايز اعزف عالجيتار اتي تسكوتي خالص انا هاخد الجيتار ده وكمان هكسر وميت حتة انا اللي غلطانة ان انا كنت سايبها الجيتار ده هنا مفيش عصف خالص خالص يلا اتفضلي من وشي انتي معظبة خلاص يا شاهد بقى ما تعيطيش كل حاجة وليها حل طب واللي يقولك على حال ان انت تقدر تتزيفي على الجيتار تاني ازاي يعني يا جمانة انا مش فهمة اصل المغنية السميرة سمير جاي النهاردة البلد عشان هتعزف ويا عايز اعزف الجيتار يا سلام يا جمانة يا فلحة واحنا هنروح ازاي يعني وهنطلع من المدرسة الداخلية هنا ازاي هنهرب انا دلوقتي اروح اتحية على ميس فتحية عشان اخليها تنام بعدين احنا نهرب ماشي ماشي ده ميس فتحية تي انا على طول بتحك عليها عشان انا بحبها جدا انا هخليها تيجي هنا وانتي يا جمانة تعود تكلميها كتير لحد ما تنام عشان نقدر نخرج من المدرسة الداخلية ها ايه رايك بقى يا ست شهد يا سلام يا سلام ده اتو اجدع صحاب اتفضلي يا ميس فتحية ده انا جدتلك كباية لبن بقى جميلة جدا اخياني منك انتي دايما تتحكي عليها هاتي يا ستي كباية اللبن عايزة ايه مني تاني المراضي مش عايزة منك حاجة خالص يا ميس فتحية ده انتي حبيبتي ماشي يا ستي طيب استني بقى لما اشرب كباية اللبن يا سلام دي كانت فعلا حلوة شكرا يا ميرة ولو اني لسه اغطى خصم اسبوعين من المديرة الشرانية دي بس هعمل ايه بقى يلا مش مشكلة ماشي ماشي خلاص شربتي اللبن ايوه شربت اللبن وحسن اني عايزة نام مش عارفة ليه طيب ايه رايك يا ميس فتحية ده روحي تنامي وانا هقعد مكانك قصنا انا مش جايلي نوم وفريدي بقى المديرة جد ما تقلقيش ما تقلقيش لو المديرة جد هتحيكي على طول نامي نامي حبة ماشي انا هروح انام احسن انا عايزة نام بجد خلاص نامت يا ميرة ايوه ايوه نامت نامت وفتابع نومة كمان يلا بقى سنلحق الحفلة ماشي يلا بينا انتو شايفين هي قادة تهزف ازاي انا خايفة جدا يا منتي ما تخافيش يلا بقى بالوقت هي هتبطل عصر وتطلب مين اللي تطلع تهزف معاها انت فاهمة لازم تطلع يا شهد تثبتي نفسك ماشي ماشي ها مين يا شباب يحب يطلع ويهزف معايا على الجتار انا انا بس المهم يكون عصفك هايل طبعا انا عصفي هايل جدا تمام اتفضلي على المسرح احنا بنات مدرسة داخلية بنحب صحبنا وهم اهلنا احنا بنات مدرسة داخلية بنحب صحبنا وهم اهلنا يا سلام عصفك فعلا هايل انت اسمك ايه انا اسمي شهد يا جماعة شهد هتكون معايا في الحفلة الجاية ان شاء الله يا سلام انا بحبك قوي يا سمير يا سمير انت فعلا غناكي وعصفك حلوين جدا متشكرة جدا جدا بس قولي يا شهد هو انت ليكو تبتغني مدرسة داخلية اصلحنا التلاتة في مدرسة داخلية ايه مدرسة داخلية ازاي مدرسة داخلية وانتوا جيتوا تحضروا الحفلة دلوقتي اصلحنا هربنا يا خبر تابوا ليه عشان المديرة قصرت الجيتار بتاع تشاهد ومش عايزها تتازف عالجيتار او حتى تغني دي مديرة شريرة جدا ازاي تعمل كده المفروض اي حد فيكو عنده موهبة يمارسها لكن اللي بتعمله ده غلط كبير جدا بس هو دلوقتي اكيد هي عرفت خلاص لان الحفلة كانت منزاعة وكمان هتكون موجودة على السوشيال ميديا ازاي يا شهد هتكوني معايا في الحفلة الجاية ايه ده يا خبر احنا قاسفين بس احنا لازم نرجع للمسكن بتاعنا بسرعة ارجعوا المدرسة وما تخفوش من اي حاجة واقولوا لها ان انا سميرة سمير عرفت كل حاجة ولو المديرة ما خلتكيش تيجي لحفلة الجاية يا شهد اكيد هروح ابلغ عنها ارجعوا وما تخفوش من اي حاجة ماشي ماشي مع السلامة عشان احنا تأخرنا تلاقي المديرة راحت للمسكن عشان تشوفنا احنا نايمين ولا لسه انتي يا مشرف انتي انتي قومي ما طبعا لك حق تنامي والبنات تهرب قومي تفضلي قومي ايه ده ايه ده فيه ايه حضرة المديرة فيه ايه حضرة المديرة البنات تقدر تقول لي هما فين فين الثلاث بنات شهد وجمانة وميرا هيكونوا فين يعني يا حضرة المديرة تلاقيهم نايمين نايمين البنات في حفلة يا استاذة وهربوا من المسكن ايه هربوا احنا جينا يا حضرة المديرة ايه جيتوا جيتوا بعد ايه بعد ما هربتوا انا كنت هبلغ البوليس اللي انتوا عملتوا ده غلط انتوا التلاتة هحطوكوا في قوضة وهقفل عليكم ومش هتعرفوا تطلعوا منها ابدا ولا حتى هتروحوا المدرسة ملكوش اي حاجة دلوقتي لحد لما تتعلموا الادب لا لا يا حضرة المديرة ملاش قدت الحبس والنبي ما تحبسناش لا هتتحبس هناك ومفيش ولا لعبة ولا حاجات حلوة ولا اي حاجة ولا هتشوفوا النار ولا اي حاجة ابدا شفتوا قدينا تحبسنا فوق ما احنا محبوسين الاوضة مفيش اي حاجة ولا لعب ولا حلويات ولا اي حاجة المديرة دي شريرة جدا وهتفضل لنا كده محفوصين مدى طويلة قوي ده وبعدين يا شهدة هتروح الحفلة ازاي والله انا معرفش اهلا سمير يا سمير سمير يا سمير بحالها طلباني اتفضلي يا فندم في اي مشكلة حضرتك اتعرضت لها ايوة في الحقيقة يا حضرت الزابط انا اتريت اتصل بك عشان تيجي تلحقني كان فيه ثلاث بنات موجودين معايا في الحفلة بتاعت مبارح وكانوا مفروض يكونوا موجودين النهاردة بس للأسف لسه مجوش وكانوا بيشتكوا لي من المديرة بتاعتهم في المدرسة الداخلية ان هي بتعملهم معاملة وحشة جدا اكيد دلوقتي هي حبستهم عشان كده مجوش الحفلة كان لازم ابلغ حضرتك عشان تروح وتشوف الوضع هناك طبعا طبعا انا هروح المدرسة الداخلية دي حالا وهجيب الثلاث بنات وانقذهم من المديرة الشريرة اللي هناك دي طبعا طبعا وكمان انا هاجي معاك يا حضرت الضابط اتفضلي يا سمير يا سمير اهلا بس كده سمير يا سمير بحالها تكون معايا دي حاجة تشرفني ايه دا حضرت الضابط اتفضل يا فندم في اي حاجة؟ ايوة انا جيت بناء على بلاق مقدم من الاستاذة سمير يا سمير بتقول ان انتي بتعذبي البنات هنا في المدرسة الداخلية وبتعامليهم معاملة قاسية ووحشة جدا نقدر نعرف الثلاث بنات اللي المفروض كانوا يكونوا في حفلة سمير سمير مرحوش الحفلة ليه؟ هما فيين دلوقتي يا فندم الثلاث بنات موجودين وممكن اجيبهم لك انتي شريرة انتي مديرة شريرة اكيد انت عملت فيهم حاجة عشان كده مجوش الحفلة انا قلت لهم يبلغوكي ان انا عرفت كل حاجة ومعنى ان هما مجوش الحفلة يعني اكيد انت عملت فيهم حاجة وحشة احبت جبيلي الثلاث بنات دلوقتي قدامي حالا حاضر يا فندم حاضر حاضر سمير يا سمير جيت عشان تنقذينا انكذكم انكذكم من ايه يا شهد احكيلي ايه اللي حصل بس لهي حبستنا في قوضة ظلمة ومنات علينا الحاجات الحلوة وحتى الالعاب وكل حاجة حتى مناعتنا ان احنا نروح المدرسة يا خبر قد ايه انتي مديرة شريرة والمفروض انك تترفضي من مكانك ده دي مدرسة داخلية يعني المفروض انت يكوني ليهم ام لازم تترفضي من مكانك حالا بس الاول لازم ادخلك الاول قسم الشرطة عشان احقق معاك يا مديرة يا شريرة اتفضلي قدامي يا فندم انا بحاول اربيهم اللي انتي بتعمليه ده مش تربية انت المفروض تكوني حنينا عليهم اتفضلي روحي مع الضابط اتفضلي قدامي اتفضلي انتي مقبود عليكي حاضر يا فندم حاضر قديني ماشي اه طب وبعدين ايه اللي هيحصل دلوقتي يا سميرة ولا حاجة بسيطة جدا انا كلمت المنطقة التعليمية بحكم اتصالاتي وكمان هتجيب مديرة بس مديرة حنينا مديرة كويسة واحنينا لأحلى مدرسة داخلية فيها بنات حلوين زيكم وهتقدر مواهبكم وانتي يا شهد هتعزي معايا على الجتار من هنا ورايح على طول هيا يا سلام يا رفع كل الفيديو من الهاردة عجبتكم من اصحابه ولو عجبكم موش عملوا لايك عملوا صرف كتير كتير ويا الله فيس